لازلت أقرأ عليكم من غيبتي النعماني من طبعة نفسها صفحة 279 إنه الحديث الخامس والأربعون بسنده عن بدر ابن الخليل الأسدي قال كنت عند أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه فذكر آيتين تكونان قبل القائم لم تكون منذ أهبط الله آدم صلوات الله عليه أبدا وذلك أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال له رجل يبنى رسول الله لا بل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال له أبو جعفر إمامنا الباقر إني لأعلم بالذي أقول إنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم المعروف علميا بالنسبة لخسوف القمر فإنه يحدث في أواصط الشهر وهذا هو الذي يكون عليه الخسوف دائما خسوف القمر أكان كليا أكان جزئيا يكون في الأيام التي هي في أواصط الشهر القمري أما كسوف الشمس أكان كليا أكان جزئيا فإنه يحدث في الأيام الأخيرة من الشهر القمري هذا هو المعروف والذي يعرفه أصحاب الحساب والتنجيم بالنسبة للخسوف والكسوف خسوف القمر دائما يكون في أواصط الشهر القمري وكسوف الشمس دائما يكون في أواخر الشهر القمري لكن الذي سيحدث في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة قلت لكم في رجب العلامات في شهر رجب أهم علامة ومنذ بدايته ظهور السفياني وصاحباه صاحباه اليماني في اليمن والقراساني في إيران والسفياني في سوريا وفي دمشق تحديداً في دمشق سترتفع رايته وسيوحد البلاد وسيقضي على مناوئه شعبان ما فيه من علامة خاصة شهر رمضان العلامة العلامة الأولى الصيحة في الثالث والعشرين من شهر رمضان عند الفجر صيحة الهدى لا شأن لنا بصيحة الضلال عند الغروب نحن لا نبالي بها نحن زهرائيون الذين نعتقد بأحاديث العترة ولا نتبع منهج حوزة الطوسي نحن الذين ديننا يناقض دين حوزة الطوسي بدرجة مئة بالمئة لا نبالي بهذا الهراء بهراء إبليس لأننا متيقنون من صحة أحاديث أئمتنا نحن لا نقيم الأحاديث وفقا لقذارات علم القنادر علم الرجال نحن لا نفهم الأحاديث وفقا لقذارات علم الأصول ولا نشخص عقائدنا وفقا لقذارات علم الكلام هذه القذارات نحن تركناها لآيات الله العظمى في النجف وكربلاء ولذا لا نبالي بصيحة الثانية الصيحة عند الفجر وهناك خسوف وكسوف في غير موعدهما فالكسوف سيكون في النصف من شهر رمضان كسوف الشمس بحسب ما هو معروف الكسوف يكون في آخر الشهر ولكن في شهر رمضان في شهر رمضان الذي هو شهر علامات مثلما هناك شهر رجب شهر علامات شهر رمضان شهر علامات سيكون كسوف الشمس في أواصط الشهر وسيكون خسوف القمر في أواخر الشهر وإلى هذا يشير إمامنا الباقر بدر بدر ابن الخليل الأسد يقول كنت عند الباقر صلوات الله عليه فذكر آيتيني تكوناني قبل القائم لم تكون منذ أهبط الله آدم صلوات الله عليه أبدا لم تكون أبدا وذلك أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال له رجل يابن رسول الله لا بل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال له الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بالذي أقول الذي تقوله أنت هذا هو الذي جرى عليه الأمر سابقا لكن العلامة لابد أن تكون مختلفة إني لأعلم بالذي أقول إنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم فهذا هو المراد من كسوف للشمس وخسوف للقمر في غير موعدهما الموعد الذي جرى عليه الأمر منذ زمان أبينا آدم وإلى شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة فإن الخسوف يكون في أواسط الشهر القمري والكسوف في أواخر الشهر القمري لكن في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة سيكون الأمر منعكسا فإن الكسوف سيكون في أواخر الشهر وإن الخسوف سيكون في أواخر الشهر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر